اليوم قالوا بأن فرنسا أخيراً سلمت الرؤوس الشريفة الجماجم الشريفة لمجاهدين وشهداء بإذن الله 24 قالوا وذكرت بعض أسامي من زعماء هذه البلاد مثل الشريف بوبغلاء العيسي الحمادي بوزيان سيموسى الشريف بو قديدة مختار بن قويدر وأسماء كثيرة بالقاسم بن محمد الجنادي قدور بن يطو سعيد بن دلهيس وجماجم ورؤوس شريفة حاربت على هذه البلاد لكن ما قالوا الناش أن في الحقيقة هذا الموضوع ما هوش تعبوا كذبون مش تعكذبون هذا اللي رأى رئيس البلاد الآن كما يقولون هذا في الحقيقة قد قديم وكان ساركوزي أراد أن يؤدي هدية لبوتفليقة لكن الأمور تحركت والمحنط أصيب بالتحنيد ولم يكتمل الأمر فهاو ماكرون يحب يقدمها وكانها مزية وليس إداناً لما يسمى بدولة حقوق الإنسان أن تأخذ جماجم ورؤوس الأحرار وتضحى فيما تحفها كانوا في فترة معين ما فايتة يضعون حتى الناس البشر خاصة من خوطنا السمر يضعونهم وكأنهم حيوانات اللي ما قالوا ناش عليها هو وراه بابا مرزوق بابا مرزوق ذلك الحارس الأمين المدفع العملاق اللي كان يرعب القوى الغربية اللي كانت تهاجم الجزائر ما زاله بابا مرزوق وهو مدفع أسير في بريست هل سيطلق صراح بابا مرزوق ولا ما زلتوا مرعوبين من فرنسا اشتركوا في القناة